أعرف بقى كان جبر القصر الشمعدان كان نفسي فصور معاها أحد سمعني سلام للعدل والعدالة وسلام طاير حال للأحرار وأحلى سلام على طول السلام لحقوق الإنسان حقوق الإنسان يعني حق التجمهر حق التعبير حق الإضراب يعني حقك مش هنسيبه عبداً يا مصر قولوا معي يا رجالة يا حرية فانك فانك أمن الدولة بيننا وبانك يا حرية فانك فانك أمن الدولة بيني وبانك حقوق الإنسان حقوق إيه بتحبسي أمي النهاردة بحسن حظك أنت أمك ما فيش خلون جنة عن رعك في الشارع مطلقش عامل حسابك هه حساب إيه؟ وإنت فكر أنا جاب الناس دول؟ أنا تفوق حركة الافرج دي بردت اللي أكبر يا جوي السود إيشك راح تتعاملت في كلها لحاية الجمهورية ما تخافش حقك محسوس حabilت اللي بدأتها قدعمميها براحتك بقى حبيبتي بس ما تجبيه صرتي خالص عشان إليت فلانت تبقى عجوبة النهاردة إن كنت فلانت تبقى عجوبة يا محمود عشان الناس دي تلانت عشان تتخافي عددت ولا كانت بائت زي غيرك برني ستك مش لايه حاج يتطلعك أصلاً ايه؟ امشي قداد امشي قداد امشي امشي جرع ايه يا عم الشيخ متعتقل لها بقى وتبطل وتغض البصل اه؟ لانا كنت بدعي لها بالهدايا عشان ربنا يكرمها وتبطل اللي هي بتعملها لا والله تم تجي يا اخويا لنفسك من ده بقاولة ها؟ وتبطل بقى بصبصة من تحت لتحت استكتر الله العظيم دايماً كده ظلماني يا امو العياني وانا كان ايه اللي خلانا اشترك في المسخرة دي مش عشان خطر عيوني اخوك ديك شكراً يا سيدي خد لك جنب بقى لا حسن يعني هخلي شكلك وحش واخش شرقس واخليك تدعيلي بالهدايا ده انا قطعتم رعبك ايه؟ هو انا يعني مش من حق غير عليك زنر غير علي ولا ايه؟ قصيلة يا امو العياني احنا حلوقت نتكلم هنا ونسيب اخوك دوك فاقيد يلا بيوني واصيل يا بولايا حش أهي يا اولي شمت كابじゃない يا جماعة لا لازم نطلع على أمن الدولة دلوقتي نزفهم أحلى زفة بالفرقة اللي زيها العسل دي ايه يا عم انت ايه أمن الدولة اللي حنزفها بالفرقة تتبع أهل العروسة ولا العريس في الفرح لسود بتاعك ودا أكيد تبع الأستاذ المشاكل دي هو مين اللي هيطوعه؟ أمن دولة مين اللي هنزفها؟ هو انت خارج من رضيات إيه باش مهندس؟ اوعى تكون بتاع سياسة أعوذوا بالله حج؟ أنا راجل بتاع حشيش كنت مهربت إنين حشيش وخرجت إجراءات اديها ما أهمكش؟ بلد ديها بلد بتاع ادينا باية العربون خلينا نمشي هو فين رجل أبودان اللي دفع لنا العربون أيوا ايه ادينا باية الحساب يا عام شي خلينا نمشي مليئنا يا خيابك يا حسين هو انت اللي دفع تعمل المسخرة دي كلها؟ عشان تعرف انت غالي عندي قديه يا حودة يا حبيبي يا سحس جوهنم وبئس المصير إن شاء الله طب ايه هنكمل المسيرة ولا ايه؟ اه طبعا خد خد يا عام لا ما تخافش؟ دي مسيرة سلمية يعني من حقنا يلا خد ساعة كمان حتى اخر الشيعة كده ونرجع يلا يا جماعة قل ورايا مش حنطاطي مش حنطاطي إحنا كرحنا الصوت الواطي مش حنطاطي مش حنطاطي إحنا كرحنا الصوت الواطي عاوزين حكومة حورة دي العيشة بقت مورة حمّا بيأكل حمام وفراخ وإحنا الفول دواختة وداخل أيا أولاد الكدابة كل دي موبايلات ومشلقين حمام إيه إيه رايحة لفين لا ماليش تقولي على الحمام مات يلا ياما انت ما صدقتي أنا فرحاضة فرحاضة عاوي أتاري المزاهرات حلوة والودي أحمد بيحباها هي كل المزاهرات كده في الجامعة يعني مش كلها يا حاجة بس برضو المزاهرات حلوة ياما ياما انت نسيت المزاهرات عملت إف جوزك وفينا انتو عملتوا خسيل مخ الولية يلا ياما من يلا يابا استنى بس ما نخدمونا عشان تتغدى معانا لا مش حينشا يا تانتي يعني أصي لازم أرجع اسكندريل مزانا علي النعمة لازم تتغدى معانا انت وكل زمايلي لا أصلي بس يعني لا أصلي ولا صاح أصلي ما تتكلم يا بو محمود ما عليش بس انت توكيلة على الله وأنا حاجبهم واجي بعد المزاهرة ما تخلص بس تأملين بنا أكل يشرف يلا ياما ياما استغفر الله العظيم يا رب على العيشة واللي عايشينها مش فاهم يلزموا المشوار ده بس مش البيه المناضر خرج بالسلامة وخلاص درا يا شافع وأنت شافعني بتأهلي كل يوم والتاني فيه فرح وحضرتك بقى تعبت من كتر المجاملات مش كده يحصر عليهم دول فين وفين لما يوم بيفرحوا ده من فضل ربنا علينا عشان يرحمنا من السكة اللي مناش لازمة دي نعم بتقول حاجة لا حبيبتي باشكر ربنا على فضله سداي وأمني أنا طول النهار قلقان ومعرفتش أشتغل بتعريفة خايف على محمود كان هيروح في توكر وياخدنا معاه في الرجلين أيوة قول كده بقى كان هيروح في توكر وياخدك معاه في الرجلين ده اللي مخوفك مش كده طب يحمد ربنا بقى أني ما جرلهوش حاجة وخدك معاه في الرجلين مش ده يستهل إنك تفرح يا شافع طبعا لازم أفرح حد قال لك إدانا زعلان طب يلا بينا بدل ما انفجر من السعادة ما تلاقيش اللي يسوق بيكم في الطريق الدولي ماشي يا أخوي يلا يا ابني انت استهاني مخلاصي يا نهارك أسود انت هتنزلي كده يا بيت البضي المفتوح ده إن شاء الله انت عايزة تخشي رشيد كده يعني هي أدخل الجنة والله يهو ده اللي بحبه مش عاجبكم متاخدونيش معاكم واه وانا كمان هقعد معاه عشان سيت بتريني تريعه أقر اقول نابون هقعد معهم عشان اخلي بالي منهم اه حلو قوي العصابة اللي أنا عايشة معها في البيت ده بقول لك أنت وأخوكي إن مامشتوش بدماغي واحترمتو نفسكو اعملوا حسابكو بدل ما كنت أخدكو رشيد وارجع بيكو الصبح لا انتوا قاعدين بقى هناك واصبوعوا لحد ما تتربوا اجربت لا 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 خلاص يو او 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 انا مش عارف أنا هستحمل نمص اللي هناك ازاي اللي لو تعدي مش عارف أشكرك ازاي على تربيتك البيضة لعيالي على فكرة لو ما عملتش يا شافع اللي أنا طلبته منك اعمل حسابك إن أنا بالشجعة هنا وهقعد هناك كنت فين يا لأ لما قلتنا آه بتبرطن بتقول ايه يلا بينا خدي حبيبتي خدي الحتة دي كمان عشان ترمي عظمك ربنا يجعلك سبب وتنصفي كل المظلومين زي ما كنت السبب في نصفة ابن برضو مش عاوزة تصدقيني يا تنت طب والله العظيم أنا ما كانش ليا يده خالص في طلوع ابنك ابنك طلع نفسه لا العفو وهو لو ان سيادتك ما جبتيه سيرة في النيابة للي حصل لي من زباط أمن الدولة كنت خرجت الشانة دي يعني ايه اعمال انت طلعت ازاي يعني الاستاذة دي ما وقفتش كده قدام القاضي وقعدت تقول يا حضرات القضاء يا حضرات المستشارين ان هذا المتهم المايل أمامكم وكده يعني معلش معذريها أصل عمرها لرحب محاكم ولا النيابات الغلطة غلطتها بقى لو كانت رحب معايا في كل حبسة من الحبسات اللي فاتت كان زمان هتعرف الفرق بين النيابة والمحكمة يا سلام يا اخوي فرحانين قوي كلكم انكم بقيتوا رد سجون ومعتقلات وانا الجهلة فوسطيكو لا صحيح انا عايزة قف انت طلعت ازاي مادام الاستاذة اللي كانت حتة ودخلة عالتانية دي ما فتحتش بققها طول الوقت وفضلت ساكت مه مه ما عايزة ايه يابني احقاب المية المية كمان اتفضلي الله حبيبتي اسمال وعلى فكرة لو مدت هي مسمحكي في السدرين انا لا مه ما تفهمني بجد بقى شوف يا طانت ابنك توقف قدامه كلي النيابة وبكله هدقوم غير ما يترافع ولا حاجة قال له سيادتك هو ينفع يبقى فيه جريمة من غير جسم جريمة يعني احنا فعلا لو زي ما بيقولوا البهوات خليفنا قرار منع الصيد ولووسنا البيئة البحرية طب هي فين المركب اللي كنا بنصطاد فيها طب ليه ما قبضوش علينا واحنا جوا المركب يا باشا ما انت عارف ان المركب غرقت لانها هتحرقت بعد ما المطور انفجر والله ده الكلام اللي هم بيقولوا ساعدتك لكن ايه الدليل ان ده حصل افرت سيادتك ان الحكومة عايزة تلفقليها تهم واحنا عادينا عالقهوة مش بيحصل سيادتك امم بس انت لس من شوية ايل انك لوزت البيئة البحرية مش ده اعتراف برده بحزر طبعا يا باشا هوك في حد ينزل تحت المية يخبط راسه في الشعب المرجانية طب ايل رأيي سيادتكи لو جبت لي اي شعبة مرجانية دلوقات قصادي ما اقدرش اميزه عن اي شعبة ثانية هي رشيد فيها شعبة مرجانية جميل او يعني انت جايلا نيابه علشان تهي espero يا بشا مش القصد كل من عrenal زادتك بس طوام خرج عن شعور أنا زي ما السيادتك شفت خريجي هندسك اسمي ميكانيك مال أنا ومال الصيد صحيح البلد نفي هالشغل بس يعني هشتغل أي شغل أنا زي زميل أهواجي على تاكسي مبيض محارة لكن هروح عالم نفسي في البحر وأنا أبعرفش عومي باشا ما تجيش يا ابني اللذين يا محمود اتعلمت الكذب ده كله فين يا ألا هزعل منك أوي يا أبا لو قلتلي إن الصدق منجا والله يا ابني هو في البلد دي الصدق معادش منجا لكن برد ما قلتليش مين اللي علمك الكذب دي ألا الحاجة من الاختراع حاجة هو السؤال إزاي مونة سكتت عليك وانت بتجد وانا كنت هعمل له ايه يعني اهو بقى أخلاقيات المحامية مينفعش عامل أي حاجة تضر بموكلي اللي بقى كان يشكلي في النقابة والنقابة توقفني وانا بصراحة وقت الموضوع قضية لا 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 انا منشأ أي استعداد قضية قضيتي عشان واحد مصول إن هو يجذب هو حر يجذب عمري عمري ما هنسى منظرك في السلام بتحويل إنسان عارفة أنا من زهولي ما لحاجتش أصورك كنت محتاج الكليب ده أو في اسكندرية ولا تزع عن نفسك يا حبيبي أكيد أمن الدولة صور وإن شاء الله إن شاء الله يا رب في أول حبسة ليك هيدوكي خمس نسخ مراية تيها كميلي السدر ده ولا كميلي أنا بالنسبة للرز تحب يا فندي ميال إسم اللي ينزل على الشاشة لما حضرك تيتكلم آه أنيس سعيد مبابي كاتب سياسي وخبير استراتيجي وطبعا ليه واسابة في وزارة الداخلية أنا سبت الداخلية خلاص ما لش يا فندي من الناس لازم تعرف ما عليكم انت بتشتغل إيه قبل ما يكون كاتب سياسي وخبير استراتيجي إلا إذا كم عليك يعني إلا سمح الله بتستعر من تاريخك الأمن يا سادة الليوة لأ طبعا أنا ليه الشرف إنه كنت بخدم في وزارة الداخلية طبعا طبعا قلت بيا ابني اللي قلت لك عليه جايزين يا سادة على الهوى ها كله تمام تلاتين ثانية إيه مش هتسألوا ابننا عن الصفة اللي يعرف نفسه بيها ولا إيه لا هم عارفينها بتلقش آه طبعا ما هم اللي جايبينك يعني إيه يعني حضرتك قصدك إيه يا أحمد لو سمحت إيه دا أي حاجة عايز تقولها جوا الحلقة لو سمحت إنت إزاي تكلمني بالطريقة دي يا ابني وأنا زي أبوك حضرتك مش زي أبويا أنا أبويا في البيت حضرتك هنا ليوة سابق جاي تدفع عن وزارة الداخلية أرجوك ما تخلطش الأمور ببعض إيه يا أصدى الشريف في كده ولا إيه والله يا سادة ليوة الجيل دا ما ينفعش معا النظرة الأبوية اللي أنتم مصممين عليها وبعدين أي حدي فيك وعايزوا لأي حاجة يقولها جوا الحلقة اتفضلوا يا سادة زالوا على الهوى جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة يطرح السؤال نفسه متى تتوقف وزارة الداخلية عن تنفيق القضايا؟ في هذه الحلقة سنطرح قضية من أغرب القضايا ولو أنه لم يعد هناك شيء غريب في ظل هذه الدولة البوريسية اتفضلوا الشاي تسلم ديك ومعملش صفقة ليه بقى هو سيادتك كنت جبتلي حقي بالمحاكم؟ هيجي هيجي؟ موت بقى ولا مؤخذة أحمر هو؟ يا لأ عملت الصفقة فعلاً ده خليك خليك قلتلك ما عملت الصفقة مش حايزة تصدقيني انت حرة بقى ألو امتى؟ ايه؟ دلوقتي؟ طب بيقول ايه؟ اه يا لسه في المقدمة طب كتر خيرك انك بلغتيني انا حافتح هو شكراً شكراً يا أولاد في ايه يا أبا؟ يا أبا حمود في ايه يا أبا؟ تعال اخوك تلع في التلفزيون بيتكلم عنك عنها؟ ايه تعالا عنها لازاي يا أبا؟ ايه وفين الرموت؟ يا رهل سود الرموت فيه؟ افتح الجهاز يا أبا افتح البتاع ده السادة زباط أمن الدولة مكتفوش باللي عملو فابويا على مدى عشرين سنة لأنه كان بيدافع عن حوي العمال ولا إنهم منع أخويا من حقه في التعييم لأنه كان متفوق ولا إنهم حرسين على ضرب الحركة الطلبية اللي بشارك فيها لا ده وصل بهم الحال إنهم اتهموا أخويا وصاحبه الصياد بغضية إرهاب إرهاب؟ إرهاب؟ الله أخرب بيتك يا أحمد شايف ابنك؟ أقول لك ابنك فين تقوليه روح ينقل المحاضرات من زمايله أتريه روح ينقلني أنا أمن الدولة تاني استنى بس يا ابني مما نشوفه هيقول إيه؟ طبعا بتتحكي ده أنتم مرتبينها سوا أنا عرفكم تتهم بقى ولا افتراض؟ تتهم بقى ولا افتراض كلام المثقفين ده أنا نقصوا أنا كل اللي عرفوا إن محمود هيروح في دهية عيب بقى كده استدت وضيفها بردك ما بقى؟ سبيب راحته أنا عزراه قال إيه محاولة اختيار رئيس الجمهورية طبعا عشان يبينه للسادة الرئيس إنهم قد الثقة والمسئولية اللي خليته يدفع للوزارة بتاعتهم فلوس ما بتاخدهاش وزارة الصحة ولا وزارة التعليم أنا مش فاهم إعلاقة الموضوع اللي انت بتتكلم فيه بالقضية اللي انت بتقول إنهم لفعوها لأخوك أنا معطيت سيادتك يا سادة الليوة فأرجوك خلينا كمل كلامي لا من فضلك لازم نلتبط الحوار عشان ما يتحولش لحطابة وانضعوا وقت الناس يا سادة الليوة قدرت الحلقة دي مسئوليتي من فضلك سيب نادرها اتفضل يا حمد كمل عاملوا إيه في خوك؟ عزبوا وكهربوا وكهربوا مين يا بعيد الله يخرب بيتك؟ ده إيش على خوك؟ يا محبوط يا محبوط يا عيلا مكانيين يا من طولي خلاص؟ وعاهد الله لو عندك راجل نزل قولي يا محبوط أو أنزل انت وعاهد الله نفع الراجل إيه ده؟ أنا مش انت الودة صاحبك؟ يعني صحي كده يا محمود ابعد عنه دلوقتي يا بابا وصيبه في حال وانا عارفه ما ينفعش عمالي هلل في الشارع ما ييجي هنا يقولي اللي هو عايزه بيننا انا حروح أشوفه خب بالك منه يا بابا الودة طول عمرها بل في النشان على رأيك نص الطوب اللي بيحدفه بيقع في بلاكونة المعماد يلا تستاهل استنى يا بابا انا جايلك ايه يا ابني بس فيه ايه؟ اللهي ما انا سايبك يا بابا المفضوح خد يا بابا تضيله يا بابا بالباسر خد يا بابا اسمع يا حاج اسمع ابعد عيالك الاتنان عني وإن لو عهد الله حعوره أو عور نفسي وعمل محضر في ناس طب خب بس خش عاد كل الخضارين عندنا يا بابا انا عارفه ابسكوا يا حاج 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 صاحبي وأنا عارفه خد ولا الودة مش عايز يسمع الكلام أبدا انطلع يجري أول ما شافني مش قادر ينسى يا بابا من ساعة ما عبدته وإحنا صغيرين وخوا على قده بقى ياك تيجي هنا تاني يا بابا دي ايه العيال الهايفة دي يلا مين يا بابا هديه يا أخي خصارة فيه البصل والتوم اللي خده في نفوخه بقولك يا ابا ما تيجي نرجع نتقوله تاني لا 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 ود البصل ما بخهوه ما اكتضربنا قال ايه ابلك تاني اللي حيتمرمط بس لما شوفه عيب كده يا ولا احترم ابوك هو بس اللي من حقه يمرمط في البد بس انا مش جاي تكلم عن قضية شخصية انا جاي تكلم عن قضية عامة زي ما قلت لحضرتك من شوية اخوي اتقبض عليه مع واحد صاحبه اسمه سالم وهو فعلا اسمه على مسامة عمره ما قزى حد المشكلة الحقيقية ان اي مواطن بسيط طالما مش مسنود ممكن عادي جدا يتخطف ويديع مستقبله الحمد لله ان اخويا لقى التفاف شعبي حوالين القضية بتاعته وده اللي منعهم ان يكملوا الخطة بتاعته بس في ناس تانية كتير ما بتلاقيش الموضوع ده وده المهم ان احنا ازاي نحمي المواطن البسيط انا مش فاهم انت جاي تتكلم باسم اخوك وباسم صاحبه البسيط ولا باسم مين انا عايز اعرف فين اخوك وصاحبه ايه لابسين طاية لخفة ما يصهروا يا اخي يدفعوا عن نفسهم يتكلموا ولا في ايه بالظهر انا مش جاي اتكلم عنهم انا جاي اتكلم عن قضية عامة وطريقتك في تسخيفها مش هتنفع زي ما بتعمل كل مرة لما يستضيفك الاستاذ شريف ايه استاذ شريف في جدا قل ايه اهدى يا سادت الله واهدى احنا عايزين نوصل للحقيقة في ايه الله المشكلة مش فيا ولا في احمد المشكلة دلوقتي في ظبط امن الدولة اللي وعدناه اني منجيبش سيرة ونكتم على الموضوع انا دلوقتي خايف لايعمل اي حاجة عشان يزي محمود مش من حقه ولا يقدر اصلا يا جماعة اللي حصل دا كان مفروض احنا نعمله قدام النيابة مش مشكلة بس نازم نسلح غلطتنا فورا ونبتدي بالتب الشرق تاني تب شرع تاني ايتها بتزهق ايش لا ايه ايه مالك ياما في ايه مفيش حاجة ياما مفيش حاجة ياما طلع على نبي طلع على نبي شوف مين ياما مفيش حاجة ياما ياما بص ايدك حروح عليك يا سدي هتلا بديك يا سدي ما علاش حاجة هو انا مش قلتلك ما تخبطك على الباب جامد يا جفنة يا ممى والنبع بص ايدك لقصك نقصك يا ابني الكلب لا مؤخذة يا شافع مش قصدك انت بقال ايه خد راحتك يا حماتي بس بالراحة لابخد الولا هاريت ايه ارص هو محمود اتأخل ليه تحيله امسك يا بيت امسك يا بيت امسك يا بيت تعالي يا ولا هنا اقل خلاص بقى يا ام قال له ايه ده هو انا همسي منتغير ما تبص في عناها كمان ما انت عارف الدكتور ما نقني من الناكت عايز نقولك ايه يعني هقولك هتوحشني وكلام الافلام ده يلا 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 روح شوف حالك قبل ما زابط امن الدولة يجبس عليك في اي وقت ماشي يا بط طب ادعيلي انتهبل يلا امال يعني هدع عليك ما انا بدعيلك ليل ونهار ان ربنا يفتحها في وشك امشي بقى يا حسن عناية بتادي تحرقني وشكلي كده هتشندل بقى وتودوني المستشفتات وعد الشرق عليك الاول نبي احنا ما صدقنا يا ام اشوف وشك بخير حاج بالسلامة يا حبيبي وقت انسى تتشغل وتنساني لازم تطملني انه اقدر يا ابا اول ما حاصل هكلمك طيب خد دول معاك كم دول اا والله ما كان لي لازم احاج كان نفس اقولك مسطورة بس انت فضحني بقى ماذا انت وقفتنا ونظر معقولة عمي هو ده اسلوب تدره فلوس علي موجود وبعدك ده هشتغل معايا يعني هياخد فلوس من تحت الحساب محمود قعيب رجع الفلوس لبابا خلي فلوس يا محمود معلش يا شافع بقبضوا في معاد القبض بتاعه قبض ايه ومعاد يا حاج دولمتنجن ايه بتعرف اللي شوف الحوار ده يقولوا ان انت غبزني بألفاي على قل ولا قالوا لك علي يا حرامي خدوا الفلوس قبل ما غاية الرأي اسمع جزوختك واطي لو عطاك قرش حيزين لك بيه اهوف دي بقى يا أبا عندك حق بقى وصل الحضن ده للحبايب يا أبا بسلام يا حبيب تعال هنا هو يا واد التوعي ايه يا واد التوعي تعال هنا هو مع السلامة يا حبيب مع السلامة سلامة ماما جاك مو دا انت كبر مني تعال يا قلب امك لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله يا امه كيف هي يا مياه يا عبا انا عارف اللي فيها ربنا خليك لينا السلام عليكم السلام اوه طول عمر الجدفر ايه دي هو راح فان غريبة يعني انا افتكرتك هتسافري على طول لا بصراحنا بس قلنا ننزل عشان تاخذوا راحتكم وكده يعني عشان تنت اهل حالة بتجالها كتير مسكينة والله اللي شفتوا معانا الستة ليش انا مش عارف اكمل كلام معاكي مطلنا سافر بصراحة اه ثانيا يا محمود بص بقى بصراحة انا مستنياك يعني عاوز اتكلم معاك كلام جد شوي بص يا محمود انا بجد بقى مش مصدقة قبل انك هتهرب بسهولة دي من المواجهة طب والمصحف كنت متأكد انك هتقوليلي الكلمة دي شوفي عشان انا مش حمل مناكفة انا غيرك انا مش حمل كل يوم والتاني اواجه زابط امن دولة او غيره يا ستي انا استويت هم فتقوم عامل ايه بقى لامم هدومك متسحب من بيتكم وتهرف في نص الليل احنا الفكرة شكلك كده ولا كأنك هربان من حكم ده حتى يا اخي اللي هو هربان من حكم بتصرف يعني بيدفع رشوة في الاخياني اللي بيعرف يباد في بيتهم مونة مستاذة مونة الكلام ده تروح تقوليه هناك لزمائلك في مركز حو الانسان عشان انتم ملاخر ناس فاضية خليتين ازعالك برضو زي كل مرة وانا مش عايز اعمل كده اشوفي انت جدعة وكل يوم بشوفك فيه بس تجدعك اكتر خلينا اقول ان دي شغلتك يا ستي النهاردة تواجه زابط بكرة نيابة بعد وزارة دي رسالتك انا بقى ليه رسالة تانية اللي هي ايه بقى ان شاء الله رسالة سامية ان نعيش من غير ما تلزع لقفاية ان نركب مواصلات عامة بدل مركب بوكسات عامة وديني مقضيها يا ستي لحد ما ربنا يا كريمني واسافر اي بلد محتاجش اصلا لحقوق الانسان انها تجيب لحقوقي وانت بقى متخيل ايه هتروح بورسعيد هتنط على اي مركب توصل لأي بلد في اوروبا وهناك بقى لما توصل هياخدوك بالاحضان ويدربوه لتعظيم سلام كمان على فكرة خالص هناك هيعطو بروك مهاجر للشارعي وبرضو هتحتاجي بتوحوقي الانسان اللي مش عاجبينك دول سداني يا محمود مراجش غير بلدك مات يلا يا محمود عزيني مسكي الطريق بدر يا جدع بس استنى بقى هو فيه ايه؟ وبعدين البنت بقى لها كتير قوي وقفة مستنية دي قالت انها مسافرة ومسافرتش شكلها حط عناعلي قال ايه؟ من عدلته يا شيخة دي بقى انها دماغها ضربها عندها شعرة ساعة تروح وساعة تيجي مش شافاها مسرحة شعراها ازاي ماتخليك في حلك احسن يا شافا مش انا اللي هاجر هاجر غير شرعية مش عشان انا عاقل يعني بس عشان اعز اصحاب البحر رمهولنا جثة انا صحيح مخنوق من حياتي اه بس مش لدرجة ان اضايحها يعني هو انا عايز اسيب البلد ليه؟ سايبها عشان عيش سلام يا مونة خدي بالك من احرط وقليله ما روحش على هنا عشان امه مستحلفاله خليه استنى اسبوع لحد ما تنسى ويا ريت ما يجيش هنا قبل شهر عشان سلم مستحلفه وزا كان علي انا بقى فانا مزعلان ده مهما كان اخويه بس اقول له ما يكلمنيش عشان مش هرد عليه بسلام اتاخر اهالي مش عاد جوف جوف اي؟ مش هارف انا عاد في النصر جلالة طويلة تعالي يا محمود دلوقت بتحبه ايه جنب الشباه على ايها منك ولا من عيالك يا شافع ماشي اه اه اشان ننخلص احنا الالادي يا ساتن ايه يا بابا اللي انت انشغاله باك هو ايه يا بابا انت انشغاله ده مش عاجبك اشغالك عائل من الميزين بتعلمين دول ولا يا حودة مش ده حبيبك ولا ولا بطلت تسمعه ولا ايه انا اقدر بحبيبك انا بس لو اوفي دريج اللي اسمعه احشان من كده ايه شافع ما تطلع شوها من الكرسي بلعد قطع اه مهنش يا محمود ده كلها تلات اربع ساعات يا اخوي استحمل بقى تلات اربع ساعات ايه تقول لها ساع ونص ان شاء الله ونوصل ومنح ماشيين في الطريق الدولي ليه ليه وانت نوي تجري بقى وتاخدها طيران لا بقول لك ايه سرعة متزدش عن التسعين انا بخاف على عمري وعلى عيال يا اما طعف انا ببتل الطب خلاص خلاص عايز اريحك اختك اللي مش عايزة حكم الاوعة الضعيف بقول لك ايه شافع ما تاخد عليك على حجرك ابدا تشروع كنا لزواره ده دماني عندك ترحاح لحودة ايه رأيك انزل انا ومرتي والعيال وانت سيبلك العربية تحطها راحتك يعني ايه كنا شافع ما تتفضل القهوة يا باشا احسن تبرد اسلام صحيح يا ست عبد الناصر هو محمود سافر بسرعة اوي كده صدفة يا باشا اصلي خالي اللي بشتغل في السلوم لما علم انكو دخلته عندنا هنا وفتشته وقبطته علينا جيه علشان يتطمن وحلف لاياخده واشتغل معاه ما راضناش نكسر حلفانه ده طبعا عموما انه هو يروح السلوم يروح مطروح يروح مطرح مايروح المهم انه مايكررش الكلام الخايب اللي على اقوه في التلفزيون مش ذكر اتفاقنا اسدا وهو لو عاوز يكرره كرح السلوم برضو كان طلع على مصر على طول يا باشا على مكتب النائب العام الطم من ساعدتك ابني مش طلع ليه هو مكبر دماغه ايه ان الحكم الا لله لما اخذ يا باشا علشان ضهري بس حدخل رايح في ريح الحجة والبيت بيتك لما تشرب القهوة خود الباب وراك ايه ياه كل دي تنهيدة هو برضو قال لي الكلام ازعالك لا المرة دي يوم ازعلانة منه انا ازعلانة عليه وعلى حال البلد دي على ازاي الناس اللي بيحكموها بيهرسوا بني قادمين اللي عايشين فيها يعني شاب زي محمود ده متعلم وتفوق ودماغه توزن بلد بس برضو ازوك نعمو انه ميحواش اصلا لقاوم اللي بيحصله انت عارف؟ في اي بلد تانية في الدنيا بعد برنامج زي ده الزابط هو اللي مهدومه ويهرب مش المجني عليه رايح حاجة تقرف عشان عارف ان اللي تقال في التلفزيون مش هيخلي المسؤولين يحققوا فيه هيخليهم يفكروا ازاي ما يتزعش زيه كلام تاني حقيقي زيهم ديوقتي عالين بيفكروا ازاي اتدبروا المسيبة لأحمد عشان انتقلوا منه لا ولا ازاي يقفلوا البرنامج اللي استضافوا اصلا لا على فكرة خالص هما بيحبوا البرامج دي لزوم الديكور الديمقراطي عشان عارف يجيبوا معونة من برا هما فاهمين كويس قوي كلام البرامج دي لا بيجيب ولا بيودي لا انا مش معاكف ده انا ليه اصحاب كتير معدين في برامج توكشو بيحكوا لي عن مهازل بتحصل عن الضغوط اللي بيتعرضوا لها من امن الدولة ووزارة الاعلام والرياسة دول حتى ساعات بيمنعوا ضيوف على الهوى وكمان بيهددوا مقدمين برامج عشان يهدوا اللعب شوية هديك قلتا يهدوا اللعب شوية مان فعلا لقب واحد دي طلع يلعب دور البطل اللي مهموم بقضايا الشارع ويقوله هو عاوز بقى والحكومة تسيبه عشان فيه خط معين مانفعش يعديه واذا عداي يدوله قرصة وان كده صغيره يقوم راجع تاني يا من الحكومة بتحب البرامج دي عشان عارفين انها بتنفس عالناس عشان ما انتجروش ووضح انك خدت جورة احباط عالية جدا من محمود حدا ما سمعتش قتح وبيا بتغنيلي في الطريق سوق على مهلك سوق يا انتح بتغني؟ اوه سمع ايه اسطبك في الغداء قتح والدام بس بايا شافع عشان خطري سوق على مهلك سوق خليتهم ياتروا اه ها ها سوق سوق على مهلك بس بس اسوق ايه وانايل ايه من دول اللي قدامنا لا اجري اجري واعطاف واعطاف يا شافع ده شكلهم حرامية لا يعملوا فيني الحاجة وفي العيال مقافش ازاي دي مشايفهم سدر الطريق ازاي انتا حتقعدوا ترهوا اوعى تخش الناحة التانية لانتقلب حظي اسطرها معانا يا رب يا رب اسطر يا رب اسطر يا رب اتزلوا اتزلوا اتطعوا اجبا اتزلوا ايه اتزلوا بكليها في اجد عان ايه ما صحش كده احنا معانا عيال اقول لكم ايه خدوا العربية بس تسبوني امراتي وعيالي وياخدون انا يا رجال امعانا عيال ما صحش كده هم هيعملوا فينا ايه يا شافع ما عرف يعملوا ايه يا شافع اقطع الطريق ما تدول حاجة لقتك يا محمود لا ايه بس غنيت اقطع ما تهدوا شوية عشان انت عرفوا احنا عايزين ايه ولا الواحد فيك ويركب عربيت ويداس خلي الله ولا يامه انا دهاز لحد يا محمود ما عرفش انا كنت يلا انت ويا على جوة يلا يضو مع البيت يلا تعالي 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 امشي ماشي ماشي اهو ماشيين مال هنعمل اي يعني اسطر يا رب ما تخافوش اولاد ما تخافوش ابوكم عاد امشي ماشيين اهو ايه مين دول يا شافع امشي اخوهم هيعملوا فينا ايه يا شافع طب مؤدهلنا على فين يا شافع ما قطع شافع تشريفة بتقول حاجة لاختك اقول ايه شافني كل يوم بتخطف يلا ماشيين اهو يا عم تقول المادام تهدى وما تخافش محدش فينا هلمسلكو شعرك المهم ندخل البيت بالراحة من غير كتر كلاب محدش هلمسلك شعر يا اختي حركو قبت ايه من غير كلاب يلا حاضر اخويا حاضر حاضر اطعواج باي اطعواج باي اطعواج باي ايه الله اخواني تخافش هتحي يا جمادي بمار باشو بصراع حاضر يا عم حاضر براحة علينا معنا عيان يلا 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 رجال بصراعوا همي شوية تخافش âu اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة